السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معكم النهاردة عن فكرة مشروع طلبت مني بشكل كبير جدا جدا. وهي عشان تفهم الفكرة خلينا اقولك الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. الفيديو اللي معي هو فيديو صغير جدا مدته تقريبا سنتين ولا حاجة. الفكرة هنا ان احنا عايزين نعد عدد الاماكن الفاضية اللي موجودة عندنا على الرف. زي ما انت شايف كده في شخص بيشيل منتج من على الرف اهو. وبالتالي عندنا مكان فاضي. فاحنا باعزين نستخدم عشان نعد الاماكن الفاضية اللي موجودة عندنا على الرف. تمام? فخلينا اقول لك الفكرة بشكل عام قبل ما ندخل على الكود. الكود بايزوي بسيط جدا جدا. وكل اللي انت هتشوفها في الكود بتاعت النهاردة هي مشروحها قبل كده. انا بس طالع اقول لك الفكرة. ازاي ان انت تعمل حاجة زي كده. تمام? وبرضه هنمشي على الكود سريعا يعني. فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي احنا شرحناها قبل كده في الفيديو بتاع الـ Single Object Tracking كنا بنحدد كده ROI من خلال الماوس يعني وبعد كده بنستخدم الـ Library اسمها بكل عشان نعمل ضم بليه الكوردينيتس اللي احنا حددناها عشان مش كل مرة أرن الكود من أول وجديد أعد أحدد الـ Region of Interest لا احنا بنحددها مرة واحدة فقط وبعد كده بنعمل لها ضم عشان نحفظها في ملف عندنا ونرن الكود بعد كده بايدفلت هو يبدأ يرسم لك كل الـ Region of Interest اللي انت حددتها يبقى دي طريقة الطريقة التانية ان انت تعملها عن طريق الماوس إيفنس واحنا قبل كده في الـ Business بتاعت الـ OpenCV شرحين الماوس إيفنس يعني فدي اللي احنا نستخدمها النهاردة اللي هي الماوس إيفنس بحيث لما انت تضغط على كليك شمال من الماوس يبدأ ان هو يرسم لك ريكتانجل مكان ما انت بتحدد يعني جيت هنا كده روح عملت كليك شمال يرسم لي ريكتانجل هنا ولو عملت مثلا كليك يمين يبدأ ان هو يحزف لي الريكتانجل ده تمام طيب بعد ما بنحدد الريكتانجل زي ما قلت لك هنستخدم الـ Pickle عشان نحتفظ بالكوردناتس دي بحيث مش كل مرة أراني الكود قعد عامل الريكتانجل لا هي هتبقى موجودة معايا ثابتة أراني الكود تترسم لوحدها تمام بعد كده بقى هناخد الفيديو بتاعنا دوت ونبدأ نطبع عليه مجموعة من الـ Images Processing Techniques زي مثلا Segmentation Dialation وبرضو هنطبق اه فلتر يعني بحيث ان احنا نعمل على الصورة بتاعتنا وهكذا يكون لها تكنيكس بسيطة خالص وهنيجي بقى في الاخر لطبق هنحول الفيديو بتاعنا يكون بعد كده نبدأ بقى نشتغل على كل ونشوف هل هي فيها اه يعني مثلا اللي هي اللي انا قلت لك عليه يعني مثلا خيالي اني فيه موجود هنا على المنتج ده فلما يكون لما تكون انت عامل هيكون الابجيكت الابجيكت لونه ابيض والباكجراوند لونها اصود تمام؟ طيب في الحالة دي اللي هنا هنا ما كان فاضي هو لو انت اخد بالك المنتج مش موجود فلما تيجي تقامل هتلاقي ان هنا ده اصلا يعني هو المنتج هيبقى موجود هيبقى اللون ابيض فلما تشيل المنتج هتلاقي ان اللون بقى اصمر ففي الحالة دي هتعرف ان فيه تغير في الفريم بيحصل هنا يبقى ازا فيه منتج اتشال من هنا يعني انت عندك اه في الرف بتاعك دي الفكرة بشكل عام لو انت ما في امتهاج فهتفهمها ان شاء الله من خلال الكود اكتر تعال بقى نبدأ في الكود الكود بتاعنا يعني احنا معنا كودين الكود الاول اه بنستخدمه عشان نجيب بس بتاعتنا من خلال وبعد كده الكود التاني ده اللي احنا هنستخدمه بقى عشان نعد نعمل اللي موجودة عندنا على الرف فهنا اول حاجة هنعمل بعد كده هنجيب بعد كده نبدأ بقى نعمل الفيديو كابتشر عشان نقرأ الفيديو بتاعنا اه وبعد كده هنا طبعا نسيبك من الجزئية دي تلوقتي تعال هنا مثلا نبدأ من اول هنا عندنا فونكشن اسمها الفونكشن دي هي بتاخد اللي احنا شرحناهم قبل كده طبعا انا بعتمد في الشرح بتاعي ان انت شفت كل اللي شرحناه قبل كده لان الكود انا همشي عليه سريعا كلها حاجات متقررة من قبل كده كذا ما قلتلك ان انا طلع اقول لك الفكرة ازاي ان انت تعمل حاجة زي كده وخلاص فهنا بالنسبة يعني لي الاول اللي احنا نعمله هو اللي هو لو انت جيت ضغطت شمال على الماوس بتاعك ففي الحالة دي باخد اللي هو قيمة المكان اللي انت هتضغط فيه على الفريم هناخده هناخد الكوردينتز دي ونعملها في اللي هنا اللي هي اسمها تمام؟ يبقى ده اللي انت هتعمله من خلال شمال طيب لما تاخد دي وتخزينها هنا عايزين بقى نبدأ نحتفز بالبوينتز دي عندنا عشان مش كل مرة هروح ارسم الريكتانجل من اول وجديد مش كل مرة هرن الكود هعمل الريكتانجل على كل الوبشيكتس اللي موجودة عندي فهنعمل هنا عن طريق الوزاز هنعمل آآ فايل اسمه آآ شيف هنرايت آآ آآ هنرايت بايتس في الفايل ده طبعا هنا آآ الاف دي اللي هو الملف بتاعك لما تيجي تناديله بعد كده بتناديله من خلال الاف وبعد كده عن طريق البيكل اللي هي البيكل دي ضط آآ ضم اسمها ضم عشان تحتفز بقى بالكوردناتز بتاعتك اللي انت بتحددها يعني على الفريم هنا بنتديله البوينتز نفسها اللي احنا هنحتفز بيها اللي هي هتكون آآ موجودة هنا وهتحتفز بقى فين بقى هتحتفز بقى في الملف بتاعك اللي هو اللي اسمه اف انت هنا فتحتك الملف هاو اللي هو اللي اسمه شيف فعملت له از اف تمام فهتاخد البوينتز دي بقى خلني اعراني الكود معك اهو هتضغط في اي مكان على الفريم المفروض ان هو يرسم ريكتانجل تمام لما يرسم الريكتانجل ده بياخد الكوردناتز بتاعته ويروح يحتفز بيها في الملف اللي اسمه آآ اللي اسمه شيف اوكي طب الريكتانجل ده هنرسمه ازاي احنا هنا طبعا كل الكلام ده بيزيكس هنا بنعمل هواي الترو بعد كده بنقرأ الفريمز بتاعتنا عن طريق الكابدو تريد هنا طبعا لو ريت يعني لو ريت دي كانت بفولس هقوله اعيد الفيديو من اول وجديد ما توقف ليش الكود لان زي ما قولتلك كده الكود اللي معنا هو كود مدته صغار جدا تقريبا سنيتين او ثلاث ثواني فانا مش عايز كل شوية ارن الكود لا انا عايزك لما انت تخلص الفيديو اعمل له ران انت او اقرأ الفريم من اول وجديد وخلي الفيديو شغال ما توقفوش فاناعمل كده ازاي اهو هقوله لو كانت اللي هو الفيديو اللي احنا جبناه من هنا اللي هو جاي من الكابيتشر. تمام? آآ دوت ست. آآ سي في تو دوت كاب بروبرتي. وادله هنا زيرو. يعني بقول له هتتحكم لي في الفيديو او في الفريم بتاعتك. وهترجعه عند الاندكس زيرو. اللي هو اول فريم موجودة عندك. تمام? فكرة بسيطة خالص. الغرض منها ان احنا ما نقفش الكود بتاعنا يعني. وبعد كده هنا بقول له اعمل كونتينيو. وبعد كده بنعمل رصاز للفريم بتاعتنا. وبعد كده هنا بنعمل بقى فور لوب على البوينتس. بتاعتنا اخد بالك احنا هنا لما نضعط كليك يمين زي ما انا قلت لك بناخد البوينتس اللي هي الاكس والواي ونحتفظ بها هنا. في الليست دي بنعمل لها تمام? فالليست دي بقى انا بعمل تشيك عليها اهو او سوري بعمل فور لوب عليها عشان نبدأ نرسم ريكتانجل او هرسم ريكتانجل على الفريم هتدي له هنا البيتي اس دي كده تعتبر اللي هي الاكس والواي اللي احنا عملنا لها البند هنا وبالنسبة لله هيت هو الويتس بتاع الريكتانجل احنا هنسبته يعني هنخلي الويتس دايما هيكون ستة وستين وهنخلي الهيت يكون مئة تسعة وتمانين تمام? اه بحيث الريكتانجل اللي هيكون موجود على كل المنتجات بتاعتي يكون نفس اه اه الـ اه هنا قلاص حددت الطوب ليفت اللي هو البيتي اس وبالنسبة بقى للويتس اللي هو البيتي اس وفي اندكس زيرو اللي هي قيمة الاكس تمام? اللي انت بتجيبها اه من اللي هي من اللي هي اللي هي اللي انت اللي انت عملت تعمل عليها فضلوب اللي احنا اصلا كنا مخزنين فيها اكس واي انت اكس هنا اللي هي موجودة في اندكس زيرو والواي اللي هي موجودة في اندكس وان فانت هنا هتقول له بيتي اس اوف اندكس زيرو اللي هي الاكس زائد الويتس يبقى انت كده جبت اول نقطة في برضو بيتي اس اوف اندكس وان يبقى دي كده انت جبت الواي. هتزود على الاتش. يبقى انت كده جبت كل ده واتي اعتبر اللي هي الاكس والواي. تمام? ودي البوتوم آآ سوري يبقى انت كده هترسم الريكتانجل بتاعك. وانا بتحدد القلر بتاعه اللي هو ادي اللي هو يكون آآ احمر. وانا بتحدد تمام? طيب تعال كده اهو. المفروض ان انا اضغط في اي مكان على آآ الفريم دي يبدأ ان هو يرسم لي ريكتانجل. تعال نجرب كده. نضغط هنا. آآ فعلا هو رسمني ريكتانجل. نضغط هنا. رسمني ريكتانجل. نفس الكلام. فبالطرقة دي هنحدد او هنعمل على كل منتج موجود عندي على الرفض. تمام? طيب آآ طبعا لو انت عملت كليك كليك يمينة لان هو بيحزف الريكتانجل بحيث مسلا لو انت عملت حاجة حاجة غلط. دي هت بنعملها ازاي? تعال نرجع تاني الكود بكل بساطة. هنا انت كنت بستخدم الرفض بوتوم دون. هنا نستخدم الرايد بوتوم دون. آآ فبقول له لو كان العبارة عن الكليك يمين. آآ اعمل لفور لوب على البيتس. وبعد تده البيتس دي طبعا هنا بنعمل عن طريق انيمي ريتس. فانيمي ريتس بترجع الاندكس بتاع كل بوينت. وبترجع البيتس نفسها. اللي هي بتكون الـ اكس والواي. آآ فهنا هناخد البيتس دي اللي هي هنعملها سبلت اللي هي البيتي اس هناخد الـ هنا الواحدة. والـ هنا الواحدة. وهنا الـ بقى نعمل آآ وهندي له هنا آآ هندي له هنا الآي. طبعا اسمها دي بترجع لك بتاعتك آآ او بتشيل لك يعني او بتحزف لك اللي انت عملتها. تمام? يبقى كل الفكرة ببساطة من الكود ده. احنا هنا عندنا الفونكشن دي آآ اللي هي الكليك آآ كليك شماية من الموت بترسم ولما بترسم الركتانجل ده آآ سوري مش بترسم انت هنا بس بتجيب الكوردناتس اللي هي الاكس والواي وبتحفظها هنا في البيتس دي. تمام? وبعد كده بتاخد البيتس دي بتعمل لها ضم بتحتفظ بها في الملف اللي عندك اللي اسمه شافر. آآ سوري اللي اسمه شيلفي. يعني لو جيت هنا عندي في اتلاقي فعلا ما هو فيه فايل اتعمل اسمه متخزن فيه الكوردناتس بتاعت كل او كل اللي انت عملته على الفريم. تمام? طيب. آآ ودي طبعا خلاص قلناها اللي هو الكليك يمين عشان تحذف البوننج بوكس بتاعه. وهنا طبعا عشان اول ما تراني الكود بقى اللي هو هنا عشان اول ما تراني الكود. لو كان الملف اللي عندك اللي اسمه شيلف. لو كان متخزن فيه حاجة اللي هو لو متخزن فيه الكوردناتس بتاعته يعني هيبدأ ان هو يرسمها لك. او هنا بنعمل open للفايل. وهنا بقى مش اقول له read bytes. لأ انا سوري هنا مش اقول له write bytes. آآ هنا بنقول له read bytes بقى. هنا كنا بنكتب بنخزن يعني data. فبنستخدم write bytes بقى هنا read bytes. وهنا ده الملف بتاعنا اهو. هنعمل load بقى لل data الموجودة في الملف ده. ونخزنة هنا في points. تمام? يبقى انت كده اول ما اتراني الكود لو كان فيه حاجة متخزنة هنا. لو كان فيه آآ موجودة هنا في الشلف. هيبدأ ان هو آآ يعمل لها لود يعني اللي هي في دي عشان يستخدم دي تحت بعد كده. تمام? عشان يعمل عليها ويبدأ ان هو يرسم بتاعك. انما لو ما كانش في حاجة بتخزينها هنا فبالتالي هي اللي هتتحقق هيبقى عندك الاستفادية وانت اللي هتبدأ بقى تعمل من اول وجديد من هنا. والكوردنات ستيجي تتبعت هنا. فبالتالي هنا هيبقى عندك قيم فالبوينتز دي هتستخدم تحت هنا تمام? اتمنى تكون الفكرة اوصلتك. انا كده اعتبر ربطت لك الدنيا كلها في بعض. فتعالا كده اندراني الكود تاني. ما فيش اي محفوظة يعني. تمام? اه فهنبدأ احنا نعمل بنفسنا. نحدد على كل منتج موجود على الشغل. كده خلاص حددنا الريبتانجلز باعتنا على كل موجود لو انا جيت مسلا قفلت الاوتبوت وبعد كده الرامل التاني اتلاقي ان هو موجودة هي ما تحزفيتش تمام? ليه? لان احنا هنا عاملين لو في حاجة موجودة هنا في الفايل ده. ابدأ ان انت عمل لها وبعد كده اروح ارسمها تحت هنا عن طريق الريكتانجل. عدناها مرارا وتكرارا فاتمنى تكون الفكرة وصلت لك يعني. يبقى الغرض من الكود ده كله ان احنا بنجيب الريكتانجلز ونحتفظ بها في الملكف ده اللي اسمه شافل عشان بقى نروح على الكود التاني بتاعنا ده ونبدأ ان احنا آآ نعد يعني نشوف فيه آآ كام اس بيس فاضي في الشلف بتاعنا. تعالا بقى على الكود التاني الموضوع بسيط جدا ابسط مما تتخيل آآ تعالا نبدأ من اول هنا احنا هنا طبعا نفس الفيديو هو تقرأناه وهنا طبعا بنعمل آآ بنجيب الملف اللي اسمه شلف وآ بنعمله لود وبنجيب البوينتز بتاعتنا هنا وده الريكتانجلز سابت زي ما هو مش هنغيره آآ هنا بقى بنبدأ نقرأ الفريمز بتاعتنا. وبعد كده نفس الكلام بنعمل تشيك على الريت عشان لما الفيديو يخلص يرجع يبدأه من اول وجديده ما ما يوقفش الكود. هنا بقى بنبدأ نعمل كلها تلاقي آآ فونكشنز بسيطة خالص. او بنعمل لفيديو بتاعنا آآ زي ما بقولك هنا بنعمل هنا بنحول الفريم لي بعكيا بنطبع عليها عشان لو فيه لو فيه مثلا آآ نويز ولا حاجة نعمل يعني لي الفيديو بتاعنا. طبعا احنا عاملين فيديو كامل عن وعن 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 كل الحاجات دي وشرحنا كتير قبل كده في بتاعنا. فهنا عشان كده انا عشان كده بعد ديوم سريعا. هنا هنعمل هنا بنطبع وطبعا قبل كده اشرح لك الفرق ما بين العادي وال وطبعا بنستخدمه بحالة لو كان فيه اختلاف في الاضاءة في الفيديو اللي انت شغال عليه او في الصورة اللي انت شغال عليها. بعد كده هنا بنطبع وهنا بنعمل كرنل او بنعمل آآ ميتريكس او ويندو. بتاعها تلاتة في تلاتة. كل اللي فيها تكون قيامها بان. عشان نطبع عليها عشان يعني ناخد الكرنل دي ونستخدمها آآ على الفيديو بتاعنا عشان نطبع. ده برضو وكل انواع احنا شرحينهم في الكورس بتاعنا قبل كده. فالمهم يعني كل دي آآ على الفيديو بتاعنا وبعد كده هنا هلنادع على اسمها وابدأ ابعت لها فيديو تمام? تعالي الاول اوريك فيديو نعمل له كده شو عشان نفهم بس الفكرة. خليني بس اعمل الحاجة هنا اللي هو دي. تعالي كده نرن الكود. بص هنا ده دي اللي احنا عملنا على الفيديو. آآ ده كده اعتبر طبعا هعملنا عملنا في الاول الفكرة هنا بسيطة جدا يعني. احنا عايزين نعرف فيه كام مكان فاضي في الرف بتاعنا. فلو انت دقيق الملاحظة هنا هتلاقي ان او المنتج نفسه لما بيتشارمن على الرف بتلاقي اني قدامك باك جراون ده. بص. مفيش اي بيكسل بكله نهاء ابيض. فدي اللي احنا هنلعب عليها بقى. انا هنا هستخدم فونكشن زكية جدا. بتعدي لي يعني هنا مثلا. هيعمل تشيك على الاريا دي. لو كل اللي فيها هي زيرو. يعني لو ما فيش اي بيكسل لونها ابيض خالص. ففي الحالة دي هنعرف ان في بيكسل او صورة. في الحالة دي هنعرف ان في اوبجيكت اتشايل او في منتج اتشايل من على الرف. تمام? فهي دي الفكرة ببساطة يعني. تعالي نرجع تاني. آآ نعمل بقى هنا. نرجع الفريم تاني طيب. احنا هنا هندعي على الفونكشن اللي اسمها كروب. وابدأ ابعت لها اللي هو الشكل اللي انت شفتها قدامك دلوقتي. تعالي بقى نروع على الفونكشن اللي اسمها كروب دي. الفونكشن دي هتاخد منك الصورة يعني اللي هي بتجي من الفيديو تتبعت هنا. وبعد كده بنبدأ نعمل هنا على بتاعتنا. اللي هي جاء من هنا. اللي هي جاء من الفايل اللي اسمه اللي هي آآ الكروديناتس اللي احنا كنا حددناها في الكود التاني. اللي هي الخاصة به بتاعتنا. هنبدأ بقى نعمل لكل موجود عندنا. الكود دي احنا كنا استخدمناه عشان نجيب فأنا هنا هعمل لكل الموجود عنده. فهجيب الفيديو اللي هيتبعت هنا اللي هو احنا هنا تحت كنا بعثنا ايه؟ بعثنا اللي انا لسه عامل دلوقتي وممرها لك. تمام? فهجيب بقى دي اللي هي المفروض متخزينة هنا في الف ايه. وهعمل للمنتجات اللي كلها. تمام? اللي هو هاخد من اول الواي لحد الواي بلاس الاتش. وهاخد من اول الاحد 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 الو. الكلام ده كله وشرحينه كتير جدا قبل كده. انت كده عملت لكل اللي موجودة عندك في الفيديو اللي هو فيديو. تمام? آآ بعد كده هنا هنبدأ بقى نعمل هنعمل اهو هنعمل كل الحاجات اللي احنا عملنا لها وطبعا نخد بالك هنا انا مش مسبت الاسم. لان انت لو سبت الاسم هنا انت طبعا في الام شو وبتحدد الحاجة اللي انت هتعمل لها شو. احنا هنا عايزين نعمل شو اللي احنا عملنا لها كروبينج. فمش هينفع ان انت تثبت تثبت الاسم هنا. عشان لو انت سبت الاسم هتلا انها بيعمل لك شو لصورة واحدة فقط. فاحنا كل مرة بنغير الاسم بتاع الويندو من خلال ان احنا بناخد القيمة بتاعت الاكس نضربها في القيمة بتاعت الواي. تمام? فتعالا نعمل كده. طبعا دي كلها اللي هي البوكسز اللي احنا عملنا لها كروبينج. انا عايز اخد دي بس. بص ركز معي على دي. ده ده المنتج اللي بتشال من على الرفق. الاول شخص بيحط ايده وبيشيله. فهنا هتلاحز ان هو لما بيشيل المنتج بتبقى الصورة كلها عبارة عن بلاي. مفيش اي قيم للبيكسل بيكون لها ابيض. تمام? فتعالا بقى نرجع تاني. فاحنا هنعمل ايه في الحالة دي? هنبدأ بقى نستخدم فونكشن اسمها كاونت نوم زيرو. يعني انا هقول له اه خد الاريا دي اللي احنا عملنا لها كروبينج. كل الارياز اللي احنا عملنا لها كروبينج. وابدأ اعددل البيكسل للقيم بتاعتها اه لا تساوي زيرو. تمام? لان لما انت تشيل منتج على الرفق هتلاقي كل البيكسل اللي عندك اللي موجودة في الاريا بتاعتك كلها هتقوم بزيرو. ففي الحالة دي هنا عشان تفهمها اكتر اهو هناخد الكونت دي ونبدأ ان احنا نعمل لها اه نعمل لها بتاعتنا. نحطها هنا عند الطوب ليفت هول اكس والواي. تعال كده نرن. بص هنا احنا اخدنا الكونت اللي هو الكونت اللي بيرجع لي هنا. اللي هو بيعد فيه كام بيكسل القيمة بتاعتها نان زيرو. او هنا كاونت نان زيرو بيروح للفيديو بتاعك ويشوف لك فيه كام بيكسل القيمة بتاعتها لا تساوي زيرو. يعني هنا مثلا عندك سبعة تلاف تلتمية ومش عارفوا كام. اه بيكسل القيمة بتاعتهم لا تساوي زيرو. بص هنا بص اللي بيحصل لما المنتج بيتشل. مفروض ان هي بتوصل للزيرو يعني. بس هي هنا ما وصلتش للزيرو. في مشكلة في الكود تعالى نرجع تاني. انا عرفت هي ليه مش بتوصل للزيرو. لان بتاعنا او الريكتانجل انا حددته بشكل خاطئ شوية. هتلاقي ان هو واخد جزء من تحت من هنا. فهو لازم يكون على المنتج بالزبط. تمام? عشان كده هي ما زبطيتش معانا. فانا هاضطر ارجع للكود القديم تاني. واعمله رن. وبعد كده اغي كل البوكسز اللي انا عملتها واعملها من اول ويبيت بشكل دقيق. بحيس ان هي تكون على المنتج بالزبط ما اخدش اي حاجة من في نفسه. عشان ما يطلع عليش الارر اللي احنا شفناه من شوية. نزبط دي كده. دي اهم حاجة بالنسبة لنا. برضو نزبطها تاني. خد بالك انت لما بتعمل كليك يمين. اه مش بيشلك اخر بوكس انت عملته او اخر بيشلك نص البوكسز اللي موجودين. يعني لو انت عامل مسلا اه وعملت كليك يمين اتلاقي ان هو اشلك خمسة من نقطة. فعلى نزبط دي نطلعها فوه شوية. برضو. كده تمام. لازم تاخد بالك بس وانت بتحدد دي. كده خلاصت على نيفل دي ونرجع تاني للكود. ونعمل له رن. مفروض ان انا عايزة توصل للزيرو. انا عايز نان زيرو بيكسل اهو كده تمام. بص. عدد النان زيرو بيكسل بيقى زيرو. لان انت اصلا ما عندكش نان زيرو بيكسل. كل البيكسل اللي عندك يقايمها زيرو بالفعل. فلو رجعنا تاني للمسك كده اهو فهو ده المسك اهو. اهو كده فعلا اهو لما المنتج بيتشال ما فيش حاجة عندك غير فقط. ففيش اي بيكسل قيم بتاعتها اه ميتين خمسة وخمسين يعني او طيب كده خلاص يعتبر حلينها المشكلة بتاعتنا. فهنا بقى خلاص يعتبر انت كده يعتبر البروجيكت خلص اصلا. فهنا بقى بتقول لو كان دوت اكبر من المية. فابدأ ان انت اعمل دوت دوت خلي لونه يكون اخضر. لو كانت اه غير كده يعني لو اه لو كانت يعني اه دي هي اللي اتحققت. يعني لو كانت اصغر من المية. ففي الحالة دي هنبدأ نخلي بتاعها يكون وهنا بقى نجي اه نعمل هنا هو هيكون بزيرو. دوت يعني وهنبدأ بقى طبعا في حالة ده تحقق يعني انت عندك مكان فاضي. فهنبدأ نزود على دوت واحد. طبعا عشان يعدلي في مكان فاضي اه في كم مكان فاضي عندي في اه بتاعي. وهنا طبعا عن طريق سيفي زون اللي هو اللي احنا جبناه هنا دي. هنبدأ بقى ان نقول وهندي له هنا الفريم اللي احنا هنعمل عليها وهنقول له هنا وهندي له بتاعي اللي هو الكاونتر ده. وهنا بنحدد المكان بتاع الكاونتر وباية التفاصيل يعني اللي هي الخاصة ده. طبعا بتعمل لك حاجة بالشكل اللي قدامك ده كده. تمام? اه يبقى هي دي الفكرة يا جماعة ببساطة. اه انت كل الفكرة ان انت بتطبق على الفيديو بتاعك. بعدها بتاخد كل على حيه ده بتعمل لها وبتبدأ تعمل على الاريا دي من خلال هي تعتبر الفونكشن دي. اهي. الفونكشن دي تعتبر هي اللي حلتنا البروجيكت كله. يبقى دي اهم حاجة اللي هي بتعد فيه كم قيمة بيكسل القيام بتاعتها نون زيرو. تمام? فطبعا في الحالة دي في حالة هنا لما المنتج بيتشال بيبقى ما عندكش انت حاجة نون زيرو. كل اللي موجود عندك هو زيرو بالفعل. فبالتالي بتلاقي ان الكاونت او عدد البيكسل بيكون بزيرو. فتعرف ان هنا في منتج عندك فاضي اهو او في مكان فاضي عندك على الرف بتاعك يعني. تمام? وهنا كمان بنعمل له كاونت اهو. لو انت اخذ بالك اتلاقي لما المنتج بتشال اتلاقي ان هي بتكون بتساوي واحد. اه احنا كده خلاص يعتبر خلصنا هطلب منك بسيط اه اعمله انت مع نفسك ولما تخلصه ارفع الكود على جيت هاب وحطه في الكومنت بتاع الفيديو عشان اه كلنا نشوفه يعني اه اللي هطلوب منك ان انت طبعا زي ما انت شايف قدامك كده كل منتج تحته لسعر بتاعه. يعني ده الفين ده تلاف ومتين وهكزا. فانا اللي طالبه منك ان المنتج اللي يتشال تبدأ مسلا تكتب هنا تحط على فريم مسلا ان هي الف وتمانمائة وتسعين. تمام? يعني ده اللي يتشاله هو. الكوست بتاعه قيم الف وتمانمائة وتسعين. فدوت اللي انا عايزك تزوده يعني على اللي داخل يشتري الحاجة دي. تمام? ده بالنسبة للبروجيكت بتاع النهاردة الكودة سيبولك تحت في الديسكريبشن ولو في اي حاجة مش واضحة او اي حد عنده السؤال يسيبه في الكومنت وشكرا والسلام عليكم. اشتركوا في القناة